مرحبا مشاهدينا في هذه الحلقة بمعالي الدكتورة ميكيلة وزيرة الصحة دكتورة أهلا ومرحبا بك معنا في برنامج بيت للكل وهذه هي الحلقة الأولى التي يقدمها البرنامج في السنة الجديدة والعدوان الإسرائيلي والحرب التي تشنها إسرائيل على أبناء شعبنا مستمرة الأوضاع الإنسانية والكارثية في قطاع غزة لا تخفى على أحد في البداية إذن ما أردنا أن نتحدث عن المنظومة الصحية في هذه الفترة وبعد هذا الوقت الطويل من استهدافها كيف تبدو؟ شكرا لهذه الاستضافة وبداية نترحم على شهدئنا الأبرار ونتمنى شفاء عاجلا لجرحانا أولا عدد الشهداء في قطاع غزة إلى الآن حوالي 22 ألف شهيد وعدد الجرحى 58 ألف جريح وهذه ليست الأرقام الحقيقية إذ أن هناك مجموعة كبيرة من الشهداء لا تزال موجودة تحت الأنقاض وبعد أن تنكشف كل الأمور ستكون هناك دقة الرقم علما بأنهم ليس بأرقام وإنما بأحبتنا اللي كان لهم أحلام وكان لهم وجود وكان لهم يد في المجتمع الفلسطيني الآن أصبحوا شهداء ويعدوا كشهداء بالأرقام إلا أنهم في قلوبنا باقين خالدين إلى الأبد كمان كل الشهداء الوضع اللي صحي فيه داخل قطاع غزة هو وضع كارثي جدا ومهما نتحدث عن حجم الكارثة تكون أكبر لأن إسرائيل وللأسف قصفت كل شيء الشجر والحجر والبشر والبحر وكل شيء لم تترك أي شيء وكان قصفه عميق بحيث أنه ضرب البنية التحتية هناك لا يوجد شوارع لا يوجد صرف صحي صرف الصحي صار موجود هيك يعني ماشي على وين بده لا يوجد مياه صالحة للشرب لا يوجد مياه عادية أنه مننظفوا فيها إضافة إلى قصف البيوت هناك حوالي 300 ألف وحدة سكنية قصفت 60 ألف منها نهائي يعني بطل في أي بيت يعني أنا عندي واحد من الزملاء موجود قصف بيته اللي مش عارف وين يرجع يعني مش عارف وين يرجع لأنه نفش عنده بيت بطل في بيت يعني لما قصفوا الأبراج ونزلوها على الأرض هاي الأبراج فيها ناس زميلي اللي معانا أجا قبل الحرب وبقي إلى الآن لأنه ما عرفناش نرجعه هو مع 39 عائلة 40 عائلة لما فش عندها بيت حاليا هذا الاتضاث في مراكز الإيواء أو حتى في المناطق الجنوبية وما أحدث هو الاحتلال من دفع المواطنين من المناطق الشمالية باتجاه المناطق الوسطى ومناطق الجنوب أكثر أدى إلى تفشي الأمراض بشكل كبير ويعني أثر بشكل أو بآخر على صحة المواطنين بشكل لافت ما الذي سجلتموه حتى هذه اللحظة بخصوص هذه الجزئية نعم أولا بالنسبة لبيوت الإيواء هي مدارس إما مدارس وكالتها الدولية أو مراكز أو مدارسنا تابعة للسلطة الوطنية أو جوامع أو قاعات أفراح إلى آخر بس معظمها مدارس كانوا يروحوا عليها لأنه فيها ماء هذا الموضوع كتير كتير مهم لأنه كل اللي راحوا على مراكز الإيواء كانت مراكز الإيواء هي مراكز إيواء مكتظة جدا أولا ثانيا كانت مراكز الإيواء لا يوجد فيها مياه صالحة للشرب ولا يوجد فيها مياه صالحة للنظافة أمام هذا الاكتداد وعدم وجود المياه الصالحة للشرب أو مياه للنظافة وأمام أنه التغذية كمان مفقودة أو شبه مفقودة وبالتالي المناعة الجسمية للناس أصبحت ضعيفة كل ذلك أدى إلى أنه البيئة ستكون جيدة لأوبئة وأنا يعني تواصلت دائماً في تواصل دائماً مع قطاع غزة عندهم أمراض جلدية مثل الجرب والجدري عندهم أمراض مثل التهاب الجهاز التنفسي وأصيب الأطفال بشكل خاص بالتهاب الجهاز التنفسي ثلاثة أضعاف عن كل سنة يعني بدل على أنه قدش في اكتداد التهابات المعوية والإسهالات أيضاً وهيضاً هناك التهاب السحاية وهذا ما يقلقنا والتهاب الكبد الوبائي أو لأنه في الشي فحوصات فسموه متلازمة اليرقان وهو عبارة عن يعني متلازمة اليرقان بدأ إثبات أنه التهاب الكبد الوبائي إضافة أنه فيه زي ما حكيت السحاية كل ذلك ينتج من هذه البيئة التي ذكرتها سابقاً التي تعزز وجود الأوبئة إضافة إلى ذلك عدم وجود خلال الفترة الماضية كلها المطاعيم ضمن البرنامج التطعيم تحدثتم يوم أمس في موضوع المطاعم الخاصة بفئة الأطفال ماذا يعني يحمل هذا الموضوع من جديد ونحن نتحدث عن حاجة ملحة وضرورية بأن يأخذ هؤلاء الأطفال المطاعم الخاصة بهم لدينا 160 ألف طفل انقطع عنهم نظام التطعيم وهذول 160 ألف طفل اللي لازم يأخذوا هاي المطاعم لتحميهم من ست أمراض هامة اللي هي الشلل الأطفال النكاف الحسبة الألمانية الدفتيرية والسعال الديكي هذول بأخذوها بشكل دائم لما قطعت هاي معناه فيه احنا عملنا انه فيه امكانية انه يترجع هاي الأوبئة بالأمس دخل ده أول أمس دخلنا المطاعم هاي إلى قطاع غزة هاي المطاعم احنا كنا مشترينها وعند اليونسيف وفي مخازن اليونسيف في الدنمارك كانت عادة تنتيجي لمخازن الضفة الغربية ثم نرسلها عن طريق معبر إيرز لأنه هيك الأمور كانت مسهلة إلا أنه بهذه المرحلة إحنا حكنا لهم حصة غزة تبقى فيه الدنمارك لحين إدخالها تم إدخالها عن طريق الأراضي المصرية ومشكورة وزارة الصحة المصرية وعلى رأسها الدكتور معالي الدكتور وزير الصحة دكتور خالد عبدالغفار اللي في اجتماع معاه وافق مباشرة على إدخالها إلى ثلاجات وزارة الصحة عبين ما يسمحون بحاجة للحفظ لأنه في المطاعم بالتحديد يجب أن تتبع سلسلة تبريد معينة وهامة لأنه إذا ما تتبعت سلسلة تبريد معينة بتروح فعالية وهذا ما حصل عندنا في عياداتنا عندما تركت العيادات بدون كهرباء هذا يقودنا دكتورة إلى موضوع المسلزمات الطبية بحاجة كمان أنها تدخل لقطع غزة بشكل عاشي أكيد بس هؤلاء يعني بدهم يريحونا 8 شهور لـ 14 شهر وإحنا دعينا بالأمس أن كل الأطفال تروح على المراكز الرعاية الصحية الأولية وتم فتح مراكز الرعاية الصحية أولية في شمال قطع غزة من قبل وزارة الصحة وأيضا في الجنوب عندنا بعض المراكز مفتوحة وهي الاسطاف الكادر الصحي الموجود في وزارة الصحة في رعاية الصحية الأولية وتدرب كيف يعطي المطعيم فإن شاء الله يكون هذا البرنامج يغطينا جزء هام من الأوبئة التي نستطيع أن نتمكن في أن نتحكم بها أنه لا يصير الأوبئة لنا مع أطفالنا وخصوص المستلزمات الضرورية والأساسية لهم لعلاج المرضى وعلاج أيضا المصابين وهم بعشرة الألاف صحيح هناك حاجة ماسة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية الأدوية أشياء والمستلزمات الطبية أشياء لكن تنين بحاجة لهم في داخل المستشويات عشان يصير فيه عمل بالنسبة للأدوية سألوني ينقص كل أنواع الأدوية تنقص ونحن بحاجة إلها سألوني مبارح طيب شو الأنواع اللي بتدخل الأنواع الأدوية اللي بتدخل هي الأدوية الطارئة للطوارئ أدوية الطوارئ شيء والأدوية الأخرى شيء آخر مثلاً عنا عشر تلاف مريض بالسرطان في قطع غزة حالياً مش عم بواخدوا أدوية في جزء منهم تلع على تركيا جزء تلع على الإمارات مشكورين تركيا والإمارات لكن الغالبية العظمى وفي جزء تلع على الأردن الأطفال ومشكورة الأردن أيضاً لكن في جزء الأكبر يعني الدول بجوز ألفين مريض طب ضل 8000 8000 بحاجة بشكل عاجل إلى العلاج بحاجة لأدويتهم بشكل عاجل هذا رقم واحد رقم تنين مثلاً مرضى غسيل الكلا إذا ما عملوا غسيل الكلا خلال أسبوعين يعني بصير وضعهم الصحي كتير سعب فعنا إحنا 1034 حالة غسيل الكلا في قطع غزة حالياً مع الأدوية غير موجودة في قطع غزة بحاجة إدخالها موجودة على رفح لكن لا تدخل بحاجة إلى إدخالها بأسرع وقت ممكن حتى يستطيع أن يكون هناك في غسيل الكلا إضافة أنه ماكنات غسيل الكلا 80% موجود منها في شمال قطع غزة فهلا بدهم يعني يجب أن يكون هناك إعادة توزيعها حتى يستطيع الجنوب يكون عنده جزء منها يستطيع استخدامها لمرضى الجنوب لعشان قدرة الوصول بكل تأكيد ماذا عن دور الهلال الأحمر المصري فيما يخص إيصال هذه المساعدات الضرورية والأدوية إلى قطع غزة شوف إحنا منذ بداية الأحداث بالتنسيق طبعا وشاركة معكم دولة رئيس الوزراء شكل لجنة فلسطينية التي ترأسها الهلال الأحمر الفلسطيني بعضوية وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية هدف هذه اللجنة الاطلاع على المساعدات ومحاولة إيصالها إلى أماكنها في قطع غزة لكن العامل الأساسي في هذا الموضوع هو الهلال الأحمر الفلسطيني وأيضا سمحوا لي أن أشكره كاملا لأنه يقوم بدور جبار في داخل قطع غزة إضافة الهلال الأحمر المصري وهو النظير للهلال الأحمر الفلسطيني أيضا أريد أن أشكره لأنه أيضا يقوم في دور جبار كثير خاصة في تبكيت المواد سواء كانت إعاشية أو أدوية لأنه إسرائيل متطلباتها بمقاسات معينة أنا زرتهم في العريش ويستقبلوها كلها بالعريش في مركزهم ومن ثم يبكتوها ويعيدوا تبكيتها من أجل إرسالها إلى قطع غزة التنسيق يصير ما بين الهلال الأحمر المصري مع الهلال الأحمر الفلسطيني الهلال الأحمر الفلسطيني يسلمها عنه بجهة الفلسطينية لتسليمها إلى الجهة المعنية مثلا لوزارة التنمية الاجتماعية في حالتنا لوزارة الصحة لمنظمة الصحة العالمية إلى وكالة الغزة الدولية لجهة الإخصص إلى إجراء عمليات ضرورية وطارئة وفي الوقت الحالي وما يشهده القطاع والكوادر وأيضا إجراء العمليات يبدو أن هناك صعوبة في إجراء هذه العمليات كيف يجري التنسيق لإخراج هذه الحالات خارج قطاع غزة حتى نقلل من الخسائر على الأقل في العضاء البشرية التي تعرضت للضرر نتيجة للقصف وما إلى ذلك إذا حكينا عن 58 ألف جريح قبل يومين كان بالتواصل مع زملائنا في قطاع غزة يعني 8 ألف بدهم علاج مكثف هذا قطاع غزة لا يستطيع أن يستوعب هذا جزء منهم حوالي ألف أو ألف وخمسمائة جريح خرجوا إلى الخارج لكن بحاجة إلى إخراج أكتر قميات لكن نتعثر في كيفية إخراجهم لأن وللأسف معبر رفعة الجانب الفلسطيني احتلطوا إسرائيل وبالتالي أي شيء بدأ يدخل على غزة سواء أو يطلع من غزة سواء أدوية سواء بشر سواء جرحة سواء مستلزمات طبية سواء أكل أي شيء يجب أن تشايكوا إسرائيل وتشايكوا عبوعة 50 كيلو متر يعني تأخذ الشاحنة من المعبر تودي عبوعة 50 كيلو متر حوالي يفحصوه هناك معنطقة اسمها العوجة إذا عجبتهم الوضع وكل شيء تمام يرجعوها على المعبر وتدخل العملية تستغرق سرعة إلى 8 ساعات يعني ليس شيء بسيط وبالتالي هذا موضوع منهك موضوع بأخر كتير إدخال المستلزمات سواء كانت مستلزمات إعاشية أو مستلزمات طبية أو أدوية أو غيرها فما بالك بالجرحة الجرحة نبعتهم قوائم الزملاء هم اللي يشرفون وزارة الصحة مع مدراء المستشفيات هم اللي يشرفون على القوائم أنا بتذكر أول قائمة بعتت فيها 400 اسم وبالمناسبة مش إحنا وزارة الصحة فرمالله بنتبعت القوائم قوائم ترسل من وزارة الصحة في غزة إلى الجانب المصري جانب المصري بتطلع بتطلع الأسماء وببعتها للجانب الإسرائيلي عأساس أنه يطلعهم إسرائيل بتبلش تحكي هاد بطلع هاد بطلعش يعني بتبلش تأشر الأسبوع الماضي بعتوا 400 اسم من هدول 400 اسم موافقوا على 15 فقط والبتالي العاقة ليس لا عند المصريين ولا عند الفلسطينيين ولا عند غير هي العاقة إسرائيلية وحصار إسرائيلي بالدرجة كامل أنا بحب أن هذا منظمات الدولية دكتورة فيما يتعلق بقطاع الصحة منظمة الصحة العالمية الأغذية العالمية ما يتعلق بالنساء إلى أي حد تعتقدين وربما هذا محورنا الأخير هي تقوم بالدورة المنوط ومطلوب منها في هذه المرحلة بالنسبة لي أنا منظمة الصحة العالمية هي التي يعني لنا اتصال معها وهي الدعم الفني لوزارات الصحة في كل العالم ما فيها فلسطين وزارة الصحة منظمة الصحة العالمية اللي أنا اتصال يومي معها تقوم بواجبها وزيادة يعني مثلا المنظمة منظمة الصحة العالمية هو منظمة فني كاملا يعني تفويدها هو تفويد فني يعني يجيح كلنا مثلا في حالة وبائية شو لازم نعمل أو كيف لازم نعمل أو مثلا في المطعيم شو لازم نعمل عمرها ما كانت منظمة الصحة العالمية متبرعة بالأدوية لأنها صلاحيات مؤسسات أخرى لكن في حرب في هذه الحرب دخلت منظمة الصحة العالمية برئيسها دكتور تادروس قام هو بنفسه يعني حكالي ابعتلي القوائم بعدتل القوائم أرسلها مباشرة بطيارة على العريش لإدخالها إلى قطع غزة وكانت أولى الأدوية التي دخلت إلى قطع غزة من منظمة الصحة العالمية وعلمة نهاية مش من اختصاصها إضافة أنه مندوم منظمة الصحة العالمية بفلسطين نزل ثلاث شهوء ثلاث أسابيع قاعد في غزة عزدين الحرب وهو يدير العمليات ونتصل به يوميا المنظمات الأخرى بشكل عام لأنه الوقت أدركنا المنظمات الأخرى نعم برنامج الصحة العالمية موجود هناك ومنظمات اليونسيف موجودة هناك يعني إحنا بدنا نقول لهم شكرا لأنكم وجدتم لكن إحنا بحاجة إلى مزيدا من الموظفين اللي إلهم يكونوا متواجدين لأن حجم العمل كتير كبير وخاصة في المرحلة القادمة شكرا جزيلا لك يا دكتورة ميكيلة وزيرة الصحة على المشاركة معنا في هذه الحلقة من بيت للكل شكرا دكتورة شررتنا بوجودك شكرا لكم مشاهدين على الطيب وكرم المتابعة ختم برنامج بيت للكل في حلقته الأولى كما أشرنا في بداية هذا العام الذي نتمنى أن يكون عاما مليء بالخير للجميع وأيضا أن ينعم الشعب الفلسطيني فيه بالحرية والانعتاق من الاحتلال وأن يكف أيضا الاحتلال عن ارتكاب هذه الجرائم البشعة بحق أبناء شعبنا أشكر لكم طيب المتابعة وشكر أيضا للزميلات لانا وشافكي في هذه الحلقة دمتم بخير وإلى اللقاء